زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون يعيد فتح بلاده المنعزلة سياحيا عن العالم منذ عام 2020 فقط أمام الروس الذين زاروا قبل أيام كوريا الشمالية كما نشاهد هنا بالصور عندما وصلوا إلى المطار وهذا الأمر طبيعي نسبة لعمق العلاقة الاقتصادية والعسكرية بين موسكو وبيونج يونج وتحديدا بعد أن استضاف بوتين زعيم كوريا الشمالية في روسيا في قمة نادرة في سبتمبر الماضي ومن المقرر أن يزور بوتين كوريا الشمالية قريبا وفقا لوسائل أعلام روسية في بيونج يونج مائة سائح روسي وصلوا إلى عاصمة كوريا الشمالية وواجهوا قيودا أقل مما كان متوقعا خلال رحلتهم التي بدأت في التاسع من فبراير واستمرت أربعة أيام تحت إشراف مراقبين محليين ومؤنعوا من تصوير المنازل العادية والتماثيل واستمتعوا بالتزلج كما نشاهد هنا في بيونج يونج يونج يقول السياح الروس لصحيفة وولستريت جورنل أن طرقات المدينة خالية إلى حد ما من السيارات ولم يتمكنوا من الحديث مع الناس العاديين في المدينة وحدها الموسيقى الوطنية كانت في كل مكان السياحة في بلاد زعيم كوريا الشمالية كانت قبل وباء كورونا مصدر ربح كبير للبلاد لأنها أدخلت العمولات الأجنبية وكانت ركيزة للاقتصاد التي لم تمسها العقوبات الدولية حوالي 350 ألف سائح أجنبي زاروا كوريا الشمالية عام 2019 90% منهم صينيون كما اعتاد مئات الأمريكيين السفر دائما إليها ولكن في عام 2017 حضرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إليها